السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر هندسة البرمجيات في درس برمجة تطبيق الهاتف المحمول الجزء الثالث في الدرس السابق تحدثنا عن برمجة الشاشة الرئيسة برمجة أزرار دعم اللغة إضافة خريطة تفاعلية للتطبيق كيف تضيف محتوى لقائمة تطبيقك عزيزي الطالب كيف تضيف محتوى لقائمة تطبيقك في برمجة شاشة المدن كما ذكرنا سابقا فإن الشاشة الرئيسة ستنقل المستخدم إلى الصفحة الخاصة بالمدن كما ستحدد اللغة التي سيتم استخدامها على الشاشات التالية أيضا إذن لدينا كما اتفقنا في التخطيط لهذا التطبيق لدينا الشاشة الرئيسة ستنقلنا مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمدن كما ستحدد أيضا اللغة التي سيتم استخدامها على الشاشات التالية أيضا هل عملية الانتقال ستكون باللغة العربية أو عرض الشاشة الثانية باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية يجب أن تملأ list picker elements أو عناصر قائمة الخيارات بالنص المناسب حسب اللغة المستخدمة الخطوة الأولى لذلك هي تحديد قوائم النقاط البارزة الوجهات المختلفة أو الوجهات المختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية والخطوة الثانية هي تهيئة مكونات list picker قائمة الخيارات باللغة المناسبة إذن لإنشاء قوائم المحتوى ننشئ متغيرا جديدا يدعى رياض highlight english إذن رياض highlight english نقوم بإنشاء هذا المتغير معالم الرياض باللغة الإنجليزية ننشئ اللبنة البرمجية الخاصة بالقائمة ونضعها في المتغير إذن نأخذها من variable متغيرات نأخذ إنشاء متغير جديد ونسميه رياض highlight english ثم نضيف عليه القائمة الخاصة به make list أو جعل قائمة لإضافتها لإنشاء قوائم المحتوى لدينا أيضا رقم ثلاثة املع القائمة بأسماء الأماكن باللغة الإنجليزية بما أن طلبنا منه make list إنشاء قائمة فنحن نضيف الأماكن المسمك بوليفارد رياض سيتي باللغة الإنجليزية إذن نأخذها من text والفارغ string أو سلسلة نصية الفارغة ونكتب فيها مرة المسمك ثم نسحبها مرة أخرى ونضيف رياض أو بوليفارد رياض سيتي نعيد نفس الخطوات هذه للغة العربية نقوم بتكرار الخطوات إذن لدينا الخطوة السابقة هو تعريف متغير ونسميه رياض highlights Arabic أو باللغة العربية معالم الرياض باللغة العربية ونضيف إليه make list أو إنشاء قائمة ونضيف المسمك وبوليفارد رياض بحيث أن نأخذها من text إذن هذه هي الخطوات الثلاثة والأربع خطوات نكرر هذه الخطوات السابقة لإنشاء قائمة باللغة العربية يتم استخدام عبارة if then لبرمجة عناصر القائمة بحيث يفتح الشاشة المرتبطة به عند الضغط عليه إذا ضغط المستخدم على مسمك مسمك فستفتح الصفحة المتعلقة به إذن لدينا هنا نقوم بتحديد اللبنة before picking قبل الإختيار لمكون رياض list لمكون رياض list إذن هنا before picking لرياض list do ماذا يفعل؟ نضيفه هنا أو نقوم بإضافة هذه اللبنة الخطوة الثانية لدينا ننشئ عبارة if else f إذن لدينا عبارة if نأخذ if then بهذا الشكل ونضغط على العلامة الترس لدينا هنا لكي نغير الصيغة في جملة if من if then بحيث تعطي جملة واحدة بعد الشرط إلى جملة if then else if then بحيث تعطي خيارات متعددة كأنني أطالبه بقرار يخرج منه قرار آخر الأول كان فقط مجرد قرار ونتيجة if then الآن أطالبه بif ثم يخرج مع بوابة then إذا تحقق الشرط وينفذ المطلوب وإلا يخرج مع بوابة else هذه بوابة else وهنا بوابة then فيخرج مع بوابة else يصادف مباشرة if جديدة وبها أيضا then إذن لدي أكثر من اختيار فهنا عن طريق الترس أأخذها مباشرة وأقوم بإضافتها نضيف عبارة equals يساوي لعبارة if وعبارة أخرى لعبارة else if إذن لدي عبارة if ونعلم أن if يأتي بعدها condition شرط فهنا نضع عبارة المساواة علامة المساواة هذه نأخذها من ماذا؟ من قائمة logic المنطق والعلامات المنطقية هو نأخذ علامة اليساوي هنا إن لم تجد علامة اليساوي هنا بإمكانك الضغط على هذا المثلث واختيار علامة المساواة إن وجدت علامة أخرى وتحديد علامة المساواة ثم وضعها في if وسحبها مرة أخرى ووضعها في else if إذن في الشرط الأول تضع علامة المساواة وفي الشرط الثاني لديك نضيف المتغير get start value للحصول على قيمة البداية إلى الجانب الأيسر من عبارة يساوي لدي عبارة يساوي بها فراغان واحد هنا والآخر هنا فأقوم بسحب get start value أو البداية الحصول على قيمة البداية ووضعها في الجزء الأيسر من علامة المساواة في شرط f الأول وفي الشرط الثاني نضيف في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى الآن في علامة المساواة نضيف اللغة الإنجليزية والعربية عفوا إلى الجهة اليمنى من الإيكوز أو المساواة علامة المساواة كيف نضعها؟ نضعها عن طريق text وstring الفارغ هذا نقوم بإضافته هنا ونضع English و Arabic لتحديد اللغة وعلامة المساواة إذا كانت البداية لغة الإنجليزية وماذا سيفعل؟ سيفعل الجملة التي موجودة هنا لم نحددها بعد وإذا كانت البداية هي اللغة العربية سيفعل الجملة الثانية لدي يتبقى لدينا تحديد محتوى القائمة إذن نختار أمر set elements نختار أمر set elements أو ضبط العناصر من قائمة رياض list لدينا هنا الرياض list نقوم بضبط العناصر أو إضافة العناصر لدينا هنا نلاحظ لدينا هنا رياض list elements to وهنا أيضا نضيفها مرة أخرى elements أو رياض list elements إذن عندما تكون البداية باللغة الإنجليزية نضيف القائمة أو العناصر الموجودة في قائمة رياض list وإذا كانت باللغة العربية نضيف القائمة نلاحظ لدينا أن هذا المكان فارغ نقوم بملأه ماذا ستكون هذه المحتويات إذن نقوم بنضيف متغيرات القائمة المناسبة للأمر أعلى نأخذ get أمر get لدينا ونجعل العناصر هنا get global رياض highlights English تتذكرون عندما عرفنا اللست في البداية عرفنا اللست وذكرنا أو أضعنا العناصر الموجودة فيها عندما كان باللغة الإنجليزية كان رياض بوليفات وعندما كانت باللغة العربية وجدنا فيها البوليفارد الرياض باللغة العربية إذن على حسب القائمة الموجودة فيها سيضيف المتغير أو ستحصل أو ستكون هذه القائمة الرياض list تحتوي على المتغير الخاص بتعريف المدن أو عفوا المعالم باللغة الإنجليزية وفي حال كانت البداية لدينا باللغة العربية سيظهر لدي المعالم باللغة العربية أضف لبنة التعليمات البرمجية عفلس إلى حدث before picking بعد أن قمنا بإنشاها نضيف جميع هذه اللبنة كاملة نضيفها إلى before picking إذن when read list قبل الالتقاط أو عندما قائمة الرياض قبل الالتقاط يفعل ماذا؟ إذا كانت البداية باللغة الإنجليزية اعرض عناصر هذه القائمة باللغة الإنجليزية وإذا كانت البداية باللغة العربية اعرض عناصر هذه القائمة باللغة العربية سؤال عزيزي الطالب ما فائدة قائمة الخيار list becker ما فائدة قائمة الخيارات list becker بإمكانك عزيزي الطالب أن تقوم بتنفيذ هذه الخطوات على جهازك أو في معمل المدرسة في هذا الدرس تحدثنا عن برمجة شاشات المدن عن إنشاء المحتوى الخاص بقائمة الخيارات عن إنشاء قوائم المحتوى عن تهيئة المحتوى نؤكد على نقطة أن لدينا هنا قائمة أو عفوا الشرط إف أخذنا الشرط إف لدينا ونؤكد أن هذا الإف أو هذا القرار الموجود لدينا بداخله شرط هذا الشرط في حال تحققه يخرج مع بوابة ذن وفي حال عدم تحققه يخرج مع بوابة إلس إذن لدينا بإمكانك أن تضع شرط إف في البداية ويكون معه ذن بمعنى تحقق هذا الشرط تنفذ هذه النتيجة إذا كان لديك نتيجتين مطلوبتين تستخدم إف ذن وإلس إذا كان لديك أكثر من نتيجتين فهنا بإمكانك أن تلحقه بقرار آخر بقرار آخر الصيغة البرمجية لهذا الشكل المرسوم أمامك يكون إف ذن ثم إلس إف بمعنى الإف يوجد معها ذن بوابة نعم تحقق الشرط وإلا سيقابلك شرط آخر جديد فهذه تستخدمها في اللست بيكر أو في قائمة الخيارات حتى تحدد اللغة المطلوبة هل هي اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية قبل عملية الالتقاط أو قبل الاختيار في قائمة الخيارات الموجودة شكرا لكم على حسن الملتابعة ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته